موسيقى السلام عليكم و مرحبا بكم في فيديو جديد و وصفة جديدة كنتم لنا تكونوا في احسن الاحوال معاكم زهرة من قناة زهو ديليس اول حاجة نريد ان نقوم بالعيد عيد مبارك سعيد يدخل عليكم الصحيحة و السلامة و طول العمر و كل ما تتمنى يا ربي اولا اللي كانت خارجة عن ارادة ديلي كيف كنتعرفوا مع الطاقة ديالطلابيات ديالعيد فما كانش عندي الوقت باش نصور دي فيديو و نشاركو معكم و اليوم احبيت انني نطلع عليكم بعيدا عن وصفات ليد الاضحى شوال قطبان و مجاورة اللي غادي نتقاس معكم فيما بعد بغادي نتقاس معكم هاد لتيز كيك سبيكولوس او تشيز كيك لوتوس اللي كيجي اكتر من رائع بدون جيلاتين بدون فرن عنحضرو من احسن او افخم لتيز كيك اللي ممكن تحضرو و اللي مطلوبه بكثرة و كيكون تمن ديالها نوعا ما مرتفع في الباتيسخي او في البلايس اللي كيوجدوه فمانتو فرشا لكم اندوزوا المقادير وطريقة التحضير فرجة ممتعة اول حاجة غاد نعمد بيها هي لكتابقة ديالبيسكويت اللي كاس كل تحت انا اختري سناي البسكويت باش نمشي في نفس لتنم ممكن ديروا اي سابلي متوفر عندكم هادو هما البوات اللي سعملز انا سعملت جوج ديال البوات اي ما يعادل مائة وخمسة وثلاثين جرام كل واحدة فيهم مائة وخمسة وثلاثين جرام انا انقصت واحد جوج ديال الحبات لتزيين فكيف قوت لكم الى غادي تسعملوا شي بيسكويت اخر فغادي تضيفوا له غير واحد شوية ديال القرفة وشوية ديال السكر الاسمر اذا كان متوفر هنا عندي واحد خمسة وثمانين جرام ديال الزبدة بدرجة حرارة المطبخ او ما يعادل ثلاثة ديال مع الاقبار اول حاجة غادي نطحن البيسكويت بوحدته بدون زبدة فدرجة ديال الطحين ديالو قيبقى حسبكم واشكي كتبغيوه يجي مني ولا كتبغيوه تطريفات ديال بيسكويت جيو شي شوية بين بنيسبة لي فانا كنتحنه زيان وهنايا فغادي نضيف له الزبدة اللي انا خليتها بدرجة حرارة المطبخ لان الجو ديجا ده بقى سخون فهي ديجا كتبغيوه بزربة وممكن دوبوها الى كل حال شوية بارد او باش تسهلو لكم الطحين اه فانا تحنثو نيب هاد هاد الالة هادي ممكن غير تضربوه بشي عصا ديال هكا ديال المغرف فوستشي بلاستيكوه بعد تخلطوا هذه الزبدة بيديكم فكيرجا لكم الاختيار هاد الاطار هادا اللي غادي نحطوه في صحن التقديم ممكن نديرو هادو كليمون اللي كيكونوا عندهم طبقة ملتحس وتفرشو لهم ورق الطبق فكيبقى لكم الاختيار انا اختاريت نديرو هاد الاسركل اللي كنخطم بيهم لزن تخيم الحلوية ديال الاكريم اي حاجة فانا هنا يا ديجا عزلت واحد جوج ديال المعلقات اللي خليطهم اللي تزيين وغادي ننزل هادا البيسكويت في القاعدة ونحاول انني نقاددو بالدهار ديال المعلقات بهات الطريقة هادي باش كنوزعو على المول ديالي كامل وهنا غادي ندخلو تلاجا بدموج الطبقة الثانية هنا بالنسبة للطبقة الثانية عندي هنا 235 جرام ديال الكريمة السائلة اللي هنا عندي كريمة ما حلواش عادية اه لان المكونات الاخرى فهي حلوة باش مدينيش الدسار ديالي حلو بزاف اللي مهم هو اننا ذاك البول الكريمة وطرها بيكونوا بردي سوف نخشيهم 11 دقائق في الكونجيلاتر قبل ما نطلعو الكريمة ديالنا وغادي نطلعوها بهات الطريقة هادي حتى غادي توقف معانا وغادي نكونوا متأكدين انها ما غاديش تحلينا ما غادي نبدو انخلطوها مهم غادي نخلطوها بهات طريقة هادي وغادي نحطوها نرضوها تلاجا بيد موجودنا المكونات الاخرى كطبقة اه كجزء ثاني لدينا 350 جرام جبن كريمي اي جبن كريمي كتفضله فممكن انكم تديرو انا بالنسبة لي فكنستعمل هاد الماك هادي ديال المرجان اللي كتجيني صراحة رائعة وكتوى الميام على التشيز كيك ممكن استعملوه فيلادلفيا ممكن استعملوه كيري فاللي كتفضله ممكن تخدمو به انا بالنسبة لي فيلادلفيا كتجيني شوية مالحة على التشيز كيك هنا عندي 1.260 جرام ديال زبدة لوتوس اللي كتكون على هاد الشكل هذا مهم هاد البوط هاديك فكتكون فيها 380 جرام هنا هنستعملو لتزيين اه اه انا استعملت هادي اللي في عطريفة البيسكويت ممكن استعملوه هاديك اللي كتكون ناعمة بحال نوتلا وهنا عندي 1.75 جرام ديال سكار اه اللي ممكن تنقصوه او ممكن تصغنو عليه اول حاجة فانا عادي نترب هادك الجبن الكريمي ديالي اللي يخسيكم دراجة حرارة المطبخ وغادي نضيف له هاد زبدة اللوتوس صراحة هاد زبدة اللوتوس كتوتب مع بزاف ديال اللي غادي نشارك معكم فيما بعد كتجي صراحة جد جد رائعة وفيها واحد المبيضاق ما بين الحلاوة ما بين القرفة ما بينش حال من حاجة لنخفض ففلتاتلي هاديك ديال الباطخ مهم هادي نبدو هاديك الزبدة مع الجبن الكريمي ديالي حتى كتبى ليه او امتاز جات الزعمام زيان وتوزعت لي على الجبل الكريمي ديالي كامل ومن بعد في طبقة ثانية او في الاخير انا غادي نضيف هاد سكر غلاسي اللي كيف قلت لكم ممكن تنقصوا منه الى ما كسبوا الحلواجينة ناقصة بزاف فممكن انكم تنقصوا منه او تصغنوا عليه فدجا عنا هذه كزوب دات اللوتوس يدجا كتكون حلوه بزاف مهم غادي نبدا نطرب هاد طريقة هادي حتى المكونات ديالي كاملة كتدخل مع بعضياتها كيف كتشوفوا فهدا هو القوام اللي خصني نحصل عليه كيكون تقيل نوعا ما من بعد فانا غادي نبدا نضيف هاديك الكريمة اللي طلعت معاكم قبيلة اللي كيف قلت لكم غادي نحتفظ بها في تلاجة منك غادي نكون كنطلع الجبن الكريمي مع الزوبدة ديال اللوتوس ويمكن بدا نخلط بهالطريقة هادي بهالطريقة هادي بهالطريقة الفنية كيف كيقولوا باش هاديك الكريم ديالي مكتحش لي وكتبقى شدة فرصة ويمكن بدا نضيف بشوية بشوية حتى كنكمل الكريمة ديالي كاملة فهنا غادي نخد هاديك طبقة ديال بيسكويت ديالي اللي خليتها قبيلة تبرد وغادي نضيف لها هاديك الخليط ديالي كامل بهالطريقة هادي وانا من بعد غادي نبدا نقاد بوحدة ضهر ديال الملقة او غير بهالطريقة اللي خلطت بها لكريم ديالي فما تبلغوا صراحة فانكم تقدوها لانها ما زال غادي تزين من الفوق وما زال غادي تقدلينا مهم اننا كن نقدوها ما امكن باش نجينا السطح ديالها املس و اه تف المنظر يجينا زويد كيف كتشوفوا فانا كنقادة هاكاية من الجوانيب كنعمر الجوانيب كنعمر الوسط مهم من جيني طبقة متساوية و جيني طبقة اللي سكون ملصة ما امكن ومن بعد فغادي ندخل ها تلاجع الاقل واحد السادي السوايح حسى الليلة كاملة باش تشدرسها بزيان وتسهل لنتزين ونطلقا مع شكل نهائي التشيز كيك ديالنا وكيكون هدا هو شكل نهائي للتشيز كيك ديالي اه بنسبة التزين فما تبقى في هذه القرعة ديال الزوبة ديال لوتوس فانا دوبتو على حمام مريم زينت بالسطح ديال الشيز كيك ديالي ومن الجوانيب فانا زينت بذلك البسكويت ديالي اه اللي هزيتو من من طبقة الاولى تزين كيبقى حسب المتوفر لكم اه فماشي بالضرورة تزينوا بهذا الطريقة هادي نتمنى ان الوصفة دياليوم تنال اعجاب ديالكم وتجربوها الى عجباتكم فما تنسونيش من اللي لايك ولي كومنتيخ لكيش تجعوني نزيد القتام ونطلقا في فيديو مقبل ان شاء الله دمتم في رعاية الله موسيقى